إذن كما كنا نتابع انطلقت بالفعل أعمال هذه القمة قمة مجموعة العشرين بدأها طبعا رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بالحديث عن أعمال هذه القمة في هذه النسخة باعتباره طبعا هو الرئيس الحالي لهذه المجموعة توقد هذا المؤتمر وهذه القمة في ظروف دولية غاية فئة الحساسية وظروف دولية استثنائية وكنا بنتابع منذ قليل وصول الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى مقرر نعقاد هذه القمة ومشاركته في جلستها وبالتأكيد طبعا هيكون فيه لقاءات ثنائية تجمعها مع عدد كبير من قادة دول المجموعة كذلك القادة الذين تم دعوتهم بالفعل إلى حضور أعمال هذه القمة قمة مجموعة العشرين هيكون فيه لقاءات ثنائية على هامش طبعا مشاركة الرئيس في هذه القمة المهم الرئيس السيسي هيكون ضيف الشرف الرئيسي في أعمال القمة تابعنا منذ قليل وصوله إلى مقر القمة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين منرحب بالدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام صباح الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا من حضرتك صباح الخير عليك يا دكتور أمينا وصباح الخير عليك شاذب أهلا بيك يا فبا عايزين نعرف من حضرتك أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين إيه دلالات حضور مصر وحضور الرئيس السيسي كضيف شرف في أعمال قمة العشرين يعني بالطبع هذا التوقيت وهذه المشاركة من جانب مصر والرئيس السيسي في قمة العشرين تأتي بعد أيام قليلة من إعلان مصر الانضمام رسميا إلى تجمع البريكس وعندما نقارن تجمع البريكس وتجمع العشرين أو مجموعة العشرين فعنا نقول أنه تقريبا 95% من الاقتصاد العلاني وبالتالي الدلالة هنا بتعكس الانفتاح المصري على التجمعات الاقتصادية الدولية بما يعظم المصارات المصرية بما يفتح حفاظ جديدة أمام التنمية في مصر وأمام الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية الوعيدة وفي المشروعات التنموية الأنلاقة في مصر في ظل انطلاق مصر الاقتصادي الدلالة الثانية أيضا بتعكس أيضا أهمية وثقة المصر الاقتصادي كدولة في منطقة الشرق الأوسط كدولة في فروسيا دولة ممثل دولة مفتاحية بالنسبة لهم منطقتين أيضا في العالم الآن أيضا الدلالة الثالثة بتعكس أيضا السياسة السارجية المصرية الرشيدة الفعيلة ونزيها المفتحة لكل الدول في ظل حالا يموت بالتفطاب عالا من الاختراض حتى في ظل توقيت انعقاد القمة وغياب كل من رئيسي الصين وروسيا في هذا المناخ العالمي يأتي وتأتي أهمية مشاركة مصر باعتبار أنها تعبر عن طيار الوسطية والاعتدال في العلقات الدولية طيار الحيادة الإيجابية الطيار الذي يدعم ويعزز مفهوم التعاون المشترك بين الدول في إطار معادلة الكل رابح رابح وبالتالي هي تعكس دلالات مهمة تعكس أيضا أن هناك حرص وإدراك من جانب القوى الكبرى القوى الاقتصادية الهند تحديدا التي دعت مصر باعتبرها المنظف ومصطديق القمة تضيب شرف رئيسي بتعكس أيضا قوة ومتانة وحيوية العلاقات المصرية الهندية وبالتالي هذه المشاركة بتعكس أن مصر الآن تأثير على مصارين مصار تعظيم المصار المصرية التنية بالداخل تعظيم دور مصر الإقليمي ثم المصار الآخر وهو متعند به اتفاع عن قضايا الدول النامية القضايا الإفريقية ونضيف أيضا مصار ثالث متعند به ضبط تفاعلات النظام الدولي الحالي الذي يشهد حالا من الاستقاب غير الحد حقيقة والتي طبعا أثرت كلبا على مصروم العمل الجماعي الدولي وبالتالي هنا السياسة الحديدية الألجابية المصرية الكوى الاقتصادية المصرية الصعيدة أيضا موقع مصر في الشرق الأوسط وفي إفريقيا وثوابت السياسة المصرية كلها تمثل حقيقة دلالات أسطى المصر وهذا الانتمام وهذا الانفتاح وهذه المشاركة وهذا العائد والمخرجات من هذه المشاركات والانفتاح على هذه التجمعات الاقتصادية الكبرى طيب دكتور أحمد أجندة سيادة الرئيس مليئة بالأنشطة والفعليات وتتصدرها طبعا التحديات التي تتواجه القرى الأفريقية خلال الفترة الماضية وهناك حديث مستمر عن ضرورة دمج الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي وبالأمس تابعنا طبعا مطالبات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في هذه المجموعة كيف يمكن للاتحاد الأفريقي ودول القرى الأفريقية أن تستفيد من وجودها؟ في الواقع حسين محمد هذا نقطة مهمة لماذا؟ لأن ربما على خلاف حالة حتى الاختلاف والتباين بين القوى الكبرى يعني نسميها المعافكر الآن الغربي في قاية أمريكا وحلاتها والمعافكر الشرطي روسيا وصين وتباينهما واستفضل بينهما في كثير من القضايا إلا أنهما متفقان ومتوفقان ربما تكون القضية الوحيدة التي تتفقنا عليها وهو اهتمام باهمية إفروسيا ضم الاتحاد الإفروسيا قاعدوا في مجموعة الأشرين باستبار أن إفروسيا الآن هي القاطرة الاقتصادية العالمية التي كل يتعلق بها للبحث عن التعافي بالاقتصاد العالمي خاصة بعد جائحة كورونا وبعد الأزمات الاقتصادية العالمية إفروسيا الآن الكل هناك تنافس دولي هناك أهمية استراتيجية سواء بمواردها الطبيعية مواردها البشرية وإن حقيقة يبرز هذا الدور المصري وهذا الجهد المصري الآن نتواني تاكي حقيقة للتحركات المصرية خلال السنوات الماضية فيما تعلق بوضع إفروسيا في مكانها الصحيح أو فيما تعلق بإعادة هيكلة علاقات والمعادلات الدولية لجل تربط إفروسيا بالعالم بمعنى كانت العلاقات السابق والمعادلات تقوم على أن إفروسيا مجرد سوق تصيركم التجازة الدول المتقدمة مجرد مصدر للمهد الخام أيضا نتفى طبعا إلى المشكلات والصراعات التي فيها الآن هناك مصروم جديد يقوم على فكرة التمكين للإفروسيا فكرة الشركات الإفريقية والهذا وجدنا تطابق دولي القمة الإفريقية الهندية ستنسدله العام الماضي ثم القمة الإفريقية الصينية واليمنية والأوروبية والأمريكية وغيرها بتعفف حقيقة حالة من هذا الصباق الدولي وفي هذا الإطار هنا يأتي الدور الإفريقي في تعظيم واستفادة من هذا التنفس الدولي على الإفريقية من خلال أولا بناء شركات مع كل القوى دون دخول في حالة الاستقطاب العالمي الأمر الثاني هو بناء على فات قوية تقوم على التمكين للإفريقية والمساعدة في تحقيق التنمية كمدخل المصر في متعلق مثلا فيه مواجهة مشكلات القارة الهجرة غير المشروع الإرهاب وغيرها من المشكلات مشكلات تكفيذ بيئة هذه التحديات مشكلات تحقيق التنمية في إفريقيا توظيف مورودها الطبيعية حاجة لدعم الدول القبرى لمساعدة الدول الإفريقية ليس فقط ماليا ولكن مساعدتها تكنولوجيا مساعدتها في مشروعات التنمية هي المتضرر الأكبر حقيقة من هذه الطيورات المناخية رغم أنها غير مسؤولة تماما عن هذه الانبعثات التي مسؤولة عنها من طبع الدول المتقدمة والصناعية وبالتالي وجود إفريقيا في هذا المحصل وهذا الرؤية المصرية حقيقة تمثل أهمية كبيرة كلها عوائد مهمة فيما تعلق بتحقيق التنمية القارة فيما تعلق بيئة تحقيق الاستقرار فيما تعلق بيئة أيضا كون إفريقيا الآن هي تعد في قلب أجندس التنمية العالمية في ظل حالة من الاختلافات بين القوى الكبرى وأعتقد أن هنا يبرد الضرر المصر وأنا فأعتقد أنه سيكون جزء كبير من كلمة الرئيس السيسي ومشاركاته ومحادثاته وفي أفعاليات القمة ستكون بالطبع إفريقيا ستأخذ حقيقة كبيرة باعتبار أن مصر هي من الدول المدافعة عن قضايا العالم النامي تمتعلق بيه قضايا مثل التمويل الدولي وسهول التمويل تمتعلق بتحقيق التنمية المستدامة تمتعلق بيه تنفيذ الدول الكبرى تمتعلق بيه مخرجات كمة المناخ في كوب 27 تمتعلق بيه صندوق الأضرار عن الخسائر وعند قطوة هذه الدول تمتعلق بمساعدة الدول الأفريقية في مواجهة تغيرات ملاخية تمتعلق بيه تمكينها لمؤلية التوسع فيها على الاقتصاد الأخضر والكبيروجين الأخضر كلها تمثل قضايا حقيقية مهمة لأن التغير المناخ الآن يمثل تهديد السلم والأمن الدوليين وأفريقيا مضارة وأعتقد أن جزء من الأفريقية الدولية هي متعلقة تنفيذ الدول الأفريقية انطلاقا من مصلحة عالمية في أن هناك تهديد الكوكب وأن الدول الغنية والمتقدمة التي تمثل طبعا في مجموعة العشرين التي تستحفض على 85% من الاقتصاد العالمي الحجم الناتج العالمي سلساء الافتجارة العالمية أكثر من نصف تحت الكرة الأرضية أكثر من سلساء سكان العالم كلها بتاعتد أهمية هذا التجمع وأهمية الوصول والاتفاق على مقاركات مهمة فيما تعلق بقضايا الدول النامية الدول الأفريقية أو ما نسميه قضايا الجنوب العالمي وفي تالي ستكون جزء من مشاركات الرئيس السيسي في هذا الاتجاه وهو حقيقة أحد المسارات المهمة للساسة الخارجية المصرية وهو الدفاع عن الدول النامية الدفاع عن قضايا العالم الثالث دفع طبعا إلى المصار الأساسي وهو الدفاع عن المصار المصرية مشاركة الرئيس السيسي ستكون في إطار دعم مصر عرضوا الفرص المستمارية لقاءاتهم مع شركات أو قبيلات شركات العمال المشاركة في هذا التجمع العالمي المهم فيما تعلق أيضا ب عرض كيف للتجربة المصرية في التنمية في الإصلاح الاقتصادي في جزء مزيد من الفرص في محور التنمية في مشاركات القومية الأملاقة أيضا فيما تعلق بالتهديدات الأخرى السياسية الإرهاب قادرة استقرارات المنطقة كلها تمثل أهمية وأفقد أن جزء من مصارح الدولة الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا هي تعرف أن هذه المصارح تتحقق من خلال التنصيق مع الدولة المستحية وهو الدولة المصري في الشرق الأوسط وإفرس الهند بتركز في أجندة القمة لهذا العام على القضايا الأكثر حاحن في الوقت الحالي بتشمل التحديات الكبرى زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن التنمية الخضراء الحفاظ على المناخ في الكوكب تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة البنية التحتية والرقمنة محاربة الفقر كل دي على قائمة أولويات الدولة المصرية فأعتقد أن ده ممكن النهاردة يفرق جدا أثناء عرض ونقاش مثل هذه القضايا بالطبع دكتورة منا لأن حتى الشعار القمة هو أرض وحيدة شعب مصفاق بالواحد بمعنى آخر أن التحديات الآن بلتحديات كونية بمعنى أنها تسوق كل الدول ولا توجد دولة بمنأة عن هذه التهديدات وهذه التحديات حاصة أشهر التغيرات المناخية رأينا كيف الأمراض العالمية من السوق الكورونا أصابة الكورو الأرضية حتى الهدلات الكتابية الكبرى في النظام الدولي الأقصادي أيضا تصيب كل الدول وبالتالي بالمنطق أنه لا يمكن لدولة بانفراضها أن تواجه هذه التحديات وبنسمى بالطبع لابد أن يكون هناك تعاون جماعي دولة هنا بيأت أصلا المصهوم المصر في تكفيس هذا المصهوم تكفيس بناء إجماع عالمي تعاون عالمي للقدرة على مواجهة هذه التحديات التي تواجه كوكب الأرض من خلال طبعا التواجهة الأقصاد الأخضر والطاقة النظيفة المتجددة وأعتقد أن مصر قدمت تجارب مهمة في سعادتها الرئيس السيسي في هذا التجمع متعلقة ب الاتصاد الأخضر والتواجهة المصادة التطاقة النظيفة التطاقة الشمسية يعني نسكر هنا محط البنبان في أسوانك أكبر محطة التطاقة الشمسية أيضا تمثل أهمية كبيرة أيضا مصر تحول المركز أقليمي لهذه الطاقة المتجددة التي تفعكس جزءا من الاستراتيجية العالمية بمعادثات التغارات المناخية وتقليل بعثات الكربونية والوصود إلى الحيادة الكربونية الصف في العقود القادمة ولذلك هنا تبرز أهمية بالطبع الرؤية المصرية والرؤية التي على ظهر رئيس السيسي سواء في قمة كوب 27 في المناخ أو في التجمعات المناخ الأخرى واعتقد الآن في هذا التجمع العالمي السبير هنا تبرز الرؤية المصرية في أحد المصرات المهمة في مواجهة هذه التحديات ولذلك القمة الهند ومصر هنا يبرز هنا حقيقة التعاون المصري الهندي وتوافق الرؤى فيما تعلق به تبني سياسة الحياد فيما تعلق به بناء أرضية مشتركة أو دائرة مشتركة وصل هذا الاستقطاب العالمي وهذا الذي أثر سلبا طبعا على الاستقل العالمي أثر على قضايا الاسحادات الكونية خاصة الاستقطاب ما بين الدول قبر أمريكا وروسيا أمريكا وصدين وهذه العسكرة في أطلاق الدولية والاستقطاب أثر سلبا على الأرض أثر سلبا على القضايا العالمية ومن هنا يبرز هذا التوقف الذي تقوده مصر حقيقة والهند فيما تعلق به تبني سياسة الحدي الإيجابي فيما تعلق به بناء توافق عالمي حول هذه السهديدات وهذه القضايا وأعتقد أن كلمة الرئيس تيسي أيضا وكلمة الرئيس وزراء مرين درامودي تكون في هذا الاتجاه الذي يقول أو مفاده أن العالم في خطر وأن ما لن ينتبه الدول القبرى وتتراجع عن هذه الاستقطابات وهذه الصناعات وهذه العسكرة العلاقات الدولية ستتضرر الجميع وبالتالي هناك تدرس انظار لبدا من التحرك وهنا بتبرز الرؤية المصرية بالتنصيق مع دولة الهند كدولة أيضا توافق في مصر سعيد بكل تأكيد ونحن نتكلم معك يا دكتور رحمد في طبيعة العلاقات المصرية الهندية كنا لسه في دائرة الحلقة كمان بنتكلم عن زيارة الرئيس عدفة تحسيسي إلى الهند في يناير من هذا العام ومشاركته في الاحتفال بعيد التأسيس الجمهورية جمهورية الهند واللي وافق الزكرى الـ 75 للعلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والهند لكن ونحن لسه بنتكلم دلوقتي عن أعمال هذه القمة وهذا التجمع الكبير مصر تمت دعوتها بالإضافة إلى تسع دول أو تمن دول أخرى للمشاركة كضيف شرف في هذه القمة ده ممكن ينعكس بإيه على صورة مصر وعلى علاقات مصر الدولية بالطبع هو أولا بيعكس دلات مهمة سيد محمد لأن مصر الآن هي من الدول المسمى الدول الصلبة في النظام الدولي لأن هناك تحديات كثيرة وهناك صراءات وهناك مشكليات تبرزونها الدولة المصرية الصلبة برؤياتها السياسية الرشيدة برؤياتها تجربتها الاقتصادية القوية والتي تتصير بخطة ثابتة كما تعلق في بناء الصحل الاقتصادي تحقيق معدلات نمو رغم التحديات العالمية حتى بشهادة المؤسسات والبنك الدولي الأمر الثاني بتعكس أيضا أن هناك من التجمعات السياسية القبرى على بناء شراكات مع الاقتصادات الواعدة مثل الاقتصاد المصري بتعكس أيضا في العلاقات الدولية سياسة مصر الرشيدة في الانفتاح لكل الدول مصر لا تدخل في استقطاب مصر لا تنحاز بشراكة ضد شراكة أخرى أو تتبدل شراكة مع دولة أو مع تجمع أو مع قوة بشراكة مع قوة أخرى ولكن مصر مفتحة للجميع بما يعظم المصالح المصرية وهذه الطفرة حقيقة في السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي في السنوات العشر الماضية فيما تعلق بتنويع السياسة الخارجية دوائل السياسة التنويع الشراكات على كل الدول في إفروسيا في أمريكا اللاتينية في أوروبا حتى أوروبا الشرقية وسط أوروبا لدي الشهاد الطفرة كبيرة ومتبع تشجراج وتجمع أيضا التعاون المصري اليوناني أيضا حتى في متعلق بأسيا ليس فقط القوى الكبرى في أسيا ولكن أيضا كل القوى النشاء رأينا الرئيسة زور أزربيجان وأرمينيا الانفتاح على الهند طبعا تأحد الاقتصادات الخبرى والهند الآن تحتل المركز الخامس عالميا للإقتصاد بعد أن صحت بيه بريطانيا وبالتالي هذا بيحكس فيه العلقات الدولية الوزن والثقل الاقتصاد المصر بيحكس أيضا فيما تعلق به القضايا الاقتصادية وأيضا القضايا السياسية والقضايا البيئية والقضايا والتحديات الكونية في متعلق به مجموعة قد 27 كيف أن مصر في وصف هذا الاسفتقطاب قادة الطيارة علامة نحو المواجهة التغيرات الملاخية كل هذا بيعزز حقيقة من دور مصر كدولة مهمة في نظام دول حقيقة يمر برحلة من السيولة هناك الآن تحول من الاحذاء القطبية الاحذاء القطبية هناك صراعات هناك استقطابات هناك يعني هناك رأينا توطرات يعني بيعكس أن هناك الآن حاجة إلى دول منسمة دول الرشيدة اللي تقوم على انحياز السلم الدولي انحياز التعاون الدولي حل المشكلات واطراعات بطريقة سلمية بإطار احترام القانون الدولي أيضا في متعلق به دول ترى ورؤيتها تقوم على التعاون الدولي باعتبر أن الكل سيربح من هذا التعاون أيضا في متعلق به التعاون في موجات الحدثة الكونية كل هذا حقيقة بيعكس بلالة يعني دعوة مصر وأيضا كما أشارنا إلى بعد أيام قليلة من الانضمام الرسمي لتجمع البريكس هذا التجمع أيضا الذي يمثل أيضا تجمع مهم نصف 30% من حكم الناتج العالمي أكثر من 3% من سكان العالم يعني 5% وربع اتجارة العالمية كل هذا بيعكس حقيقة أن مصر تسير في اتجاه الصحيح أن مصر الآن تتعزد فيه الجمهورية الثالثة أن الرئيس سيسي وقضته للمشروع التلموي والنهضة الشاملة في مصر يأتي في السماري حقيقة وأيضا النقطة المهمة هي الربط ما بين السياسة الخارجية وهذا الانفتاح وهذا التحركات الدولية وبين التنمية في الداخل بمعنى أن القوة ما بين قوة السياسة الخارجية بتنعكس على قوة الاقتصاد وأيضا العكس قوة مصر الاقتصادية وتبقى نجاح برنانيجها في الإصلاح الاقتصادي وقتصاد ناشئ يعزز أيضا من دورها في السياسة الدولية وفي العلاقات الدولية وهذا المشروع المتكامل الذي يقوم على هذه المصارات التنموية والمصارات السياسية أذن فيما تعطف بهم واجهة تهددات يعني رأينا حتى مشكلة مثل الهجرة غير المشروعة والإرهاب كيف أن كانت التجذوب المصرية ورؤية المصرية هي الأفضل وهي أكثر نجاعة في محاربة هذه التحديات من خلال تكفيس بيئة المواجهة الشاملة للإرهاب تكفيس بيئة الهجرة غير المشروعة من خلال تسويط سرعات الحروف في الشرق الأوسط في إسرسيا تكفيس بيئة الفق كل هذا حقيقة أعطى ثقة لمصر وأعطى مرضوض أيضا إيجابي الآن مصر في المجموعة العشرين هناك مزيد من الشركات الاقتصادية جذب التكنولوجيا كل هذا في نهاية المصاف سنعكس على المواطن المصري والاقتصاد المصري لأن مشروعات جديدة التكنولوجيا تعني تقليل معدلات البطالة تعني أيضا دفع الابتلاد المصري وحقيقة هذا هو النساج السياسة المصرية هذه المشاركات وهذا الانفتاح وهذه الفعالية وكل هذا بيعكس مرضوض السياسة المصرية الرشيدة الفعالة لخلال السنوات الماضية طيب دعوة الهند ليه التسعتاشر أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لتواجه الاتحاد الأوروبي ككتلة ودعوة التسع دول كما قال شازلي إضافية عن التسعتاشر اقتصاد أو اقتصاد تسعتاشر اقتصاد مهيمن على العالم بالإضافة لدعوة الهند المراضي كمان للعديد من المنظمات يعني زي منظمة اليوان صندوق النقد الدولي منظمة الصحة العالمية منظمة التجارة الدولية والعمل الدولي وغيرهم هل ده بيهدف الوضع الجميع أمام مسؤولياتهم بحيث أن عندما يتوصلون إلى اتفاقات أو يتوصلون إلى قرارات يتم وضع المجتمع الدولي ككل أمام مسؤولياته ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات أو هذه القرارات في الواقع دكتورة مننا هذا هو المسؤال مهم لماذا؟ لأن مثل هذه التجمعات وهذه المتأمرات وهذه الحجد وهذه المشاركات الصخمة والمتنوعة لكي تضمن تقريبا تضمن كل الفعالين في العالم سواء فعالين السياسيين أو فعالين اقتصاديين أو منظمات مجتمع مدني أو منظمات دولية أو منظمات إقليمية هي فرصة مهمة لفتح أليات الحوار والطلاق لأن غياب الحوار أو انتداد خنوات الحوار هذا بيؤتي إلى مزيد من التعليمات السلبية وبالتالي ربما هذه الحوار وهذا التجمع وعرض المشكلات التونية وعرض المشكلات العالمية تغيرات المناخ مشكلات التمويل الدولية مشكلات التنمية المستدامة مشكلات الاقتصاد العالمي كلها وعرضها وبطار حراء مختلفة في شأنها يمثل أهمية كبيرة لأنه يمثل ويكبح على أقل يكبح حجة الاستقطاب الحادة والتباعد ما بين القوى الكبرى الذي أثر سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى القضايا العالمية وبالتالي يمثل نقطة مهمة النقطة الثانية أنه أيضاً يبني توافق في إطار بناء جميع إجماع عالمي من كل القوى يمثل عامل ضغط على الدول الكبرى التي تدخل في حالة من الاستقطاب لدفعها نحو مرة أخرى إلى الانخراج في الطيار العالمي القائم على تعزيز مفهوم العمل للجماعة الدولي تعزيز مفهوم دور الأمم المتحدة كتنظيم دولي معبر عن الجماعة الدولية أيضاً ضغط عليها باتجاه على خلق وقف وكبح ربما هذه الاستقطابات وهذه العسكرة والعمل على اتجاه تسوية الأزمات والصراعات التي الآن تؤثر على كل الدول يعني الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على طرفي الأزمة ولكن أثرت على العالم كله أثرت على الدول النامية أثرت على الأمن الجزائي أيضاً ما يحدث الآن في شرق أسيا من توطرات وصل الطباب لو قدر الله لو حدث نوع من اشتعال بؤرة سيؤثر سلباً العالمي يتحمل أزمات جديدة وبالتالي مثل هذه التجمعات وهذه القمة وهذه الرؤى ودور مصر ورؤى مثل الهند والدول التي كانت لديها باع كبير في الشيخ الحديد الإيجابي كل هذا بيمثل عوامل مضادة كابحة لهذه الانحرافات وهذا الاسبكتاز في النظام الدولي وبالتالي سيكون دعم المهم على الأقل في دافع الانتزام بمخرجات قمة من المناخ الصادقة وأخيراً قمة مطمر الشرم الشيخ والتعاهد بتنفيذ تقديم 100 مليار دولار للدول النامية والأكثر ضرراً من الطائرات المناخية سيتمعها أيضاً فيما تعلق به العمل على الإصلاح مؤسسات النظام الاقتصاد الدولي التقليدية البنك الدولي، سندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية لتكون النظام الاقتصاد العالمي أكثر عدالة يراعي أيضاً الفجوة الكبيرة ما بين الدول المتقدمة والدول الجنوب وكل هذا بيمثل أهمية كبيرة من خلال الطرح المصري ومن خلال هذا التوافق الذي تكون به مصر من الدول الدول النامية والدول الاقتصادات الناجية دكتور رحمد ليس ببعيد عن عمل هذه القمة ذاكذا لدينا حضرتك عن العلاقات المصرية الهندية على مر العصور والعلاقات السياسية، حضرتك ذكرت أنه فيه توافق في الكثير من الرؤى أريد نتكلم معها عن العلاقات الاقتصادية بشكل عام ما بين الدولتين وكمان العلاقات العسكرية، فيه وفود عسكرية هندية بتأتي إلى مصر باستمرار وكذلك فيه مناورات عسكرية بتحدث ما بين الجانبين في نوديل طبعا سيد محمد العلاقات المصرية الهندية هي علاقات شراكة استراتيجية ببعنى هذه الكلامة بالفعل شراكة استراتيجية تعني ماذا؟ علاقات قوية على المستوى السياسي علاقات قوية على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي على المستوى التعليمي على المستوى الأمني والعذكري وهي علاقات مهمة لديها أسف قوية يعني هي كبناء لديها أسف صلبة يعني نتذكر المرحلة أو المرحلة الذهبية الأولى من العلاقات المصرية الروسية في الخمسينات عيمة حسوبيتي ودور مصر في دعم مصر في مجاة أدوان 56 في بناء السد العالي وهذه كانت مرحلة ذهبية ثم طبعا التحولات التي طررت أيضا على كيف أن الهند كانت تقوم بدور مساحة حسوبي في ظل الحرب الباردة بين مصر والهند وفي عهد نهرو وفي عهد الرئيس عبد الناصر في هذا الإطار كانت هذه العلاقات الفترة الذهبية الأول ثم الفترة الذهبية الثانية بين مصر والهند فيما تعلق به في عهد الرئيس السياسي حقيقة لأن البلدان تتبنان سياسة الحالي الإيجابي فيما تعلق به الأزامات العالمية والاستقطاب العالمي والحرب الروسية الأوكرانية تدعوان إلى دعم الحرب وهزيع الصراعات بين خلال تحقيق السويس السياسية والتزام بمساق الأمم المتحدة أيضا فيما تعلق به التعاون الاقتصادي الهند دولة مهمة حقيقة دولة اقتصادها من الخمس اقتصاد القبرى في العالم هي اقتصاد سوق أكبر سوق الآن عالمية في عدد السكان تمثل اهمية استراتيجية فيما تعلق به الميزان النسبية في مجال التكنولوجيا في مجال البرمجيات ونعرف أنها في فينجولور وغيرها لانزل استطاعتها محاكب طفرة كبيرة في المقابل مصر تمثل اهمية كبيرة في محطاها في الشرق الأوسط في أفريقيا كاقتصاد ناشئ والاقتصاد واعد هذه استثمارات ضخمة كبيرة فيما تعلق بالطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وبالتالي هذا التلاقي وهذا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري يمثل أهمية كبيرة في الظل التقارب وتشابه التجربة التنموية الهندية والتجربة التنموية المصرية وكل منهما لديها مزايا نسبية وكل منهما لديها كثير ما يقدمها للآخر وتظل وجود إرادة سياسية تعزز هذا التقارب وهذا التعاون ومصر طبعا مفتحة كجزء من انفتاحها لكل الدوائر مفتحة شرقا مع الصين مع اليابان ومع الهند وكل دولة ديها مزايا مهمة في تعلق بها الاقتصاد والهند أيضا في تعلق بالآن للجزائي وأنا تذكر كيف أن الهند استثنت مصر من صدرات القمح كيف أنها وقفت صدرات القمح لكل دول العالم واستثنت مصر وصدرت لمصر القمح بهذا بيعطيس أيضا التعاون في مجال الأمن الغزائي في مجال أفضل المتجددة في مجال أيضا أن مصر تعطي بوابة الهند إلى الشرق الأوسط وافريقيا كما أن الهند أيضا تمثل بوابة مهمة لمصر في متعلق بمنطقة شرق أسيا وبالتالي هي بتاع تحيوية وقوة العلاقات الآن النقطة المهمة أيضا أن هذا جزء من حقيقة من تقوية مصر لكل دوائرها الاقتصادية مصر العلاقات القوية مع اليانجي مع كل مع روسيا مع اليابان مع الصين مع أمريكا مع أوروبا مع أفروسيا كل هذه حقيقة في إطار التنويع والاستفادة من كل التجارب التنووية والهند لديها الكثير الذي تقدمه لمصر في هذا الاتجاه وفي نهاية المطاف كل هذا سيكون له مربوض وعائد على ألمية الزاخر وعلى المواطن المصري في نهاية المطاف بكل تأكيد شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك